عنوان وليجتنا عنوان وليجتنا فاطمة وشعارنا يا زهراء وهذا هو السبب الذي لأجله أبدأ أحاديثي وبرامجي وأبدأ كل شيء مهم في حياتي بيا زهراء يا زهراء هو شعار وليجتي هو شعار عشيرة العقائدية شيخ عشيرتنا فاطمة وعظيم عشيرتنا فاطمة وشعارنا شعار وليجتنا يا زهراء امضاء منكم حين تقولون الآن معي يا زهراء وأخرجوها من أعماق قلوبكم وحاولوا أن تقولوها دائما إنها تطحر القلوب من كل القذارات الجهنمية أخرجوها من الأعماق يا زهراء يا زهراء من الأعماق اذهبوا بعيدا بعيدا مع أرواحكم ونفوسكم إلى أعماق قلوبكم وأخرجوها من أعماق أفئدتكم حتى لو كانت في صوت خافت يا زهراء يا زهراء هذا هو شعارنا إذا كان لكل عشيرة من شعار فشعار عشيرتنا الزهرائية يا زهراء يا زهراء أركان التوحيد التي لا بد من اجتماعها وتعاضدها وتواصلها فيما بينها في مكنون ضمائرنا وفي مخزون قلوبنا وفي فحوى عقيدتنا وفي طوايا أسرارنا وفي عمق تفكيرنا في عقولنا كي يتحقق معنى عقيدة التوحيد في ديننا أركان التوحيد هذا سأعرضها بين أيديكم وفي حلقاتنا القادمة سأضع الأحاديث والأدعية الشريفة سأضع كلامهم بين أيديكم الركن الأول من أركان توحيدنا التوحيد فيما قبل الحقيقة المحمدية في هذا المستوى في هذا الأفق حيث الإشارة إليه في كلماتهم كان الله إنه الأول الذي لا أولية لأوليته ولا آخرية لآخريته هو الأول الذي لا أول لأوليته وهو الآخر الذي لا آخر لآخريته إنه إنه القديم كان الله ولم يكن معه شيء هذا هو الركن الأول من توحيدنا سنتحدث عن هذا الركن ما كان في مرحلة التنزيل من التوحيد أنا لا أتحدث عن خواص رسول الله خواص رسول الله كانوا على معرفة بأركان التوحيد إنني أتحدث عن الأمة بشكل عام وعن التوحيد الذي تبنته سقيفة بني ساعد حيث حبست نفسها في مرحلة التنزيل وما أضافت إلى ذلك من تحريف وتخريف وحوزة النجف كذلك حبست نفسها في مرحلة التنزيل وما أضافت إلى ما وصلوا إليه في مرحلة تنزيلهم ما أضافوا إلى ذلك من تدليس وتلبيس التوحيد في هذا المستوى هو الركن الأول نحن لا نتحدث عن الله لا تنسوا لأنكم هكذا علمتم حينما يقال التوحيد يعني الله بينما التوحيد ليس الله التوحيد عقيدة فكرة عن الله نأخذها من المعصوم فقط تذكروا هذه القضية التوحيد في ركنه الأول هو في هذا المستوى حينما يكون الحديث وتكون المعرفة ويكون الكلام في هذا الأفق كان الله ولم يكن معه شيء خطب التوحيد في نهج البلاغة تتحدث عن هذا الأفق في الأعم الأغلب وفي الوقت نفسه تفتح بوابة إلى الأفق الثاني لماذا فإن أمير المؤمنين قاتلهم على التأويل والأمة كانت متمسكة بالتنزيل فلابد أن يكون الخطاب برزخيا ما بين التنزيل والتأويل فأكثر خطب التوحيد تناولت هذا الركن من التوحيد لكنها تعمقت ذهبت إلى حيثيات بعيدة في ركن التوحيد هذا ليس كما كان المسلمون يتحدثون عن التوحيد لذا تجدون المخالفين يقولون من أن هذه الخطب ما هي من كلام أمير المؤمنين إنها من كلام الفلاسفة والمتعمقين في الفلسفة وفي العلوم العقلية العميقة هكذا يقولون النواصب أتباع سخيفة بني ساعد حينما يتحدثون عن خطب أمير المؤمنين في نهج البلاغة في التوحيد يقولون إنها بلسان الفلسفة العميقة وما كان علي يعرف الفلسفة ولا كان المسلمون يعرفون الفلسفة آنذاك يقيسون على ما عندهم من معلومات تتناسب مع عصر التنزيل أمير المؤمنين في خطبه تحدث عن عقيدة التوحيد في مرحلة التنزيل لكنه تعمق في حيثياتها وأبعادها وفتح أبوابا إلى أركان التوحيد الأخرى هذه المشاكل يعرفها مراجع النجف حينما يواجهون الكم الهائلة من أحاديث أهل البيت في عقيدة التوحيد لأنهم ركبوا عقولهم ضمن مرحلة التنزيل وما أدركوا مرحلة التأويل يقعون في حيص بيص ولذا يعرضون عن كثير من كلام الأمير في عقيدة التوحيد ويعرضون كذلك عن كثير من كلام أئمتنا وسيتضح لكم العمر حينما أعرض لكم الأحاديث قطعا لا على سبيل الاستقصاء وإنما على سبيل التوضيح والشرح وعرض النماذج ستتضح لكم هذه القضية خصوصا الذين يشتغلون في مثل هذه الحقول العلمية والدينية إذن هذا الركن الأول الركن الأول من أركان التوحيد في عقيدتنا نحن التي نأخذها من المعصوم فقط التوحيد في هذا الأفق في هذا المستوى كان الله ولم يكن معه شيء الركن الثاني التوحيد في أفق الحقيقة المحمدية ولذا ماذا قلت لكم قبل قليل حين بدأت الحديث عن الركن الأول التوحيد فيما قبل الحقيقة المحمدية إنه التوحيد في هذا المستوى كان الله ولم يكن معه شيء لم تكن الحقيقة المحمدية إنها المخلوق الأول إنها عصادر الأول إنها المشيئة العظمى قولوا ما شئتم الركن الثاني التوحيد في هذا الأفق في أفق الحقيقة المحمدية الركن الثالث التوحيد بمستوى عقيدتنا بمحمد وآل محمد الذين هم أعظم مجالي وأعظم مظاهر الحقيقة المحمدية العظمى سأعرض لكم من أن هذه اللفظة هذا الاسم الله في ثقافة العترة الطاهرة يطلق على الذات القديمة بحسبها ويطلق على الحقيقة المحمدية بحسبها ويطلق على الإمام المعصوم بحسبه كل ذلك في أحاديثهم في رواياتهم التي هي في كتبنا التي هي في مصادرنا فأنا لا أنقل لكم من كتب الغلات ومن كتب النصيرية الضالة لا شأن لي بكل هؤلاء أنا أحدثكم من كتبنا من أحاديثنا فهذا العنوان الله يطلق على الذات القديمة ودلالته تناسب ذلك الإطلاق ويطلق على الحقيقة المحمدية ودلالته تناسب الحقيقة المحمدية المخلوقة ويطلق على الإمام المعصوم ودلالة اللفظ تكون مناسبة لمقام الإمام المعصوم الذي هو مجلا من مجال الحقيقة المحمدية التي هي مخلوقة فهذه الإطلاقات في الروايات وهي أساسا في القرآن فما في القرآن وما في الأحاديث الشريفة هو واحد وحقائق القرآن نأخذها من أحاديثهم بحسب بيعة الغدير فهذا الإطلاق إطلاق هذا العنوان على الذات القديمة التي كانت ولم يكن معها شيء وإطلاق هذا العنوان على الحقيقة المحمدية المخلوقة والتي بعد أن خلقت كانت ولم يكن معها شيء من سائر المخلوقات وإطلاقه على الإمام المعصوم الذي هو من أعظم المجال بل هم أعظم المجال وأعظم المظاهر للحقيقة المحمدية العظمى فهذا الإطلاق في كل مقام في كل مرتبة يكون بحسب ذلك المقام دائما أردد هاتين القاعدتين القاعدة الأولى قاعدة الحيثيات لا بد من المحافظة على الحيثيات لا بد من مراقبة خصوصيات كل حيثية بحسبها لولا الحيثيات لبطلة الحكمة والقاعدة الثانية قاعدة حفظ المقامات لا بد أن نحفظ لكل مقام حدوده وخصائصه وإلا إذا اختلطت المقامات ضاع كل شيء فلا من علم ولا من معرفة ولا من حكمة ولا من عقيدة ولا من هداية مطلقا المحافظة على خصوصيات الحيثيات والمحافظة على خصوصيات المقامات فإطلاق هذا العنوان في مستوى الركن الأول من أركان التوحيد بحسب ذلك المقام وكذلك إطلاق هذا العنوان في الركن الثاني من أركان التوحيد بحسب المقام وخصوصياته فيما يرتبط بالركن الثاني من أركان التوحيد وأتحدث عن الحقيقة المحمدية وكذا الأمر في الركن الثالث إذن الركن الأول من أركان التوحيد التوحيد في مستوى ما قبل الحقيقة المحمدية ما قبل وجودها وخلقها كان الله ولم يكن معه شيء الركن الثاني التوحيد في أفق الحقيقة المحمدية بعد أن خلقت وكانت ولم يكن معها شيء من المخلوقات التي اشتقت من نورها فإن الله خلق المشيئة أولا خلقها بنفسها وبعد ذلك خلق الأشياء بالمشيئة ويأتي كذلك الركن الثالث والركن الثالث هو مضمون عقيدتنا بمحمد وآل محمد التوحيد في هذا المستوى هذه الأركان الثلاثة التي يرمز لها الله محمد علي هذه رموز تحكي لنا عن هذه الأركان الثلاثة فإذا قال أحدكم لا إله إلا الله محمد رسول الله فليقل علي أمير المؤمنين حديث الصادق صلوات الله وسلامه عليه وهو يخبرنا عن أن الوجود طرا قد كتب عليه هذه الكلمات بتفصيل فصلته هذه الرواية وفصلته روايات كثيرة وتعرضت لهذه المضامين في العديد من برامج يمكنكم أن تعود إليها فهذه العناوين الله محمد علي حين تتلازم في ثقافة العترة تتلازم في القرآن المفسر بتفسيرهم تتلازم تتلازم في أدعيتهم في زياراتهم في رواياتهم وأحاديثهم ويجعلون منها ميزانا للتمييز بين المؤمن والكافر بين المهتد والضال بين الموحد والمشرك بين من هو من أهل الجنان ومن هو من أهل النيران هذه المطالب واضحة منتشرة بديهية من بديهيات ثقافة العترة في زياراتهم وفي أدعيتهم وفي رواياتهم الكثيرة والكثيرة والكثيرة إنها رموز تشير إلى أركان التوحيد الثلاثة سيأتينا الركن الرابع هي أركان والأركان في الإطلاق الأول تكون أربعة يمكن أن تكون ثلاثة ولكن في الإطلاق الأول لهذا العنوان أركان فإن الأركان أربعة الركن الرابع الركن الرابع هو تطبيق عقيدة التوحيد في حياتنا الشخصية على المستوى النظري وعلى المستوى العملي وهذا يظهر في أفعالنا في أقوالنا في عباداتنا في طقوسنا وفي سائر شؤون حياتنا الدينية أولا ودنيوية ثانيا فلابد من أن يتماهى مضمون عقيدة التوحيد في شخصياتنا حين حدثتكم عن أركان التوحيد وعنونت الشأن الثاني من شؤون عقيدة التوحيد بأركان التوحيد إنما حدثتكم عن أركان عقيدتنا نحن في التوحيد أنا الإنسان أنا الشيعي لن أكون موحدا من دون اجتماعي هذه الأركان الأربع لن أكون موحدا أنا الإنسان أنا الشيعي ما لم تكن هذه الأركان الأربعة مجتمعة بتمامها وكمالها قطعا بحسبه كل بحسبه أن تكون مجتمعة وحاضرة في عقلي وفي قلبي وفي قولي وفي فعلي التوحيد في مستوى في أفق ما قبل الحقيقة المحمدية الحقيقة المحمدية كان الله ولم يكن معه شيء التوحيد في أفق في مستوى الحقيقة المحمدية بعد أن خلقت بعد أن وجدت وحيث كانت ولم يكن معها شيء التوحيد في أفق عقيدتنا بمحمد وآل محمد الإسم الأعظم المجلى الأعظم المظهر الأعظم للحقيقة المحمدية العظم الركن الرابع تطبيق مضامين التوحيد التي تظهر في هذه الأركان الثلاثة تطبيقها نظريا وعمليا في عقولنا وفي قلوبنا وفي أفعالنا وفي أقوالنا يمكنني أن أصفه بالتوحيد العملي الواقعي على المستوى الشخصي على مستوى أشخاصنا على مستوى أفرادنا الذين نقول نحن شيعة ونأخذ التوحيد من محمد وآل محمد الذي هو فكرة عقيدة عن الله سبحانه وتعالى نذهب إلى فاصل صلوات على إمام زماننا لقد وضع لنا الحقيقة الكاملة فيما فيما جاءنا منه في دعاء شهر رجب إذا كان كتاب المفاتيح قريبا منكم أتمنى عليكم أن تفتح كتاب مفاتيح الجنان معي إذا كان قريبا منكم ومتوفرا لديكم إنها الأدعية التي تقرأ في كل يوم من شهر رجب وتحديدا هذا الدعاء الدعاء المركزي في أدعية شهر رجب بل في كل الأدعية الذي أوله اللهم إني أسألك بمعاني جميع ما يدعوك به ولاة أمرك هذا الدعاء الشريف الذي جاءنا من الناحية المقدسة من إمام زماننا صلوات الله عليه يشتمل على هذه المضامين التي حدثتكم عنها من أول الدعاء إلى ما يقرب من وسطه فإن الحديث عن التوحيد في مستوى عقيدتنا بمحمد وآل محمد وكذلك في مستوى أفق الحقيقة المحمدية أنا بدأت معكم حين ذكرت لكم أركان التوحيد وهي أركان توحيدنا نحن نحن الشيعة الذين نأخذ توحيدنا من محمد وآل محمد ليس الذين يأخذون توحيدهم من علم الكلام ومن الطوس وأشباه الطوس بدأت مع التوحيد في أفق ما قبل الحقيقة المحمدية الدعاء الدعاء هنا بدأ من أفق عقيدتنا بمحمد وآل محمد أتمنى عليكم أن تدققوا معي الموضوع حساس جدا وخطير جدا هذه عقيدة التوحيد ماذا نقرأ في الدعاء اللهم إني أسألك بمعاني جميع ما يدعوك به ولاة أمرك المأمونون على سرك المستبشرون بأمرك الواصفون لقدرتك المعلنون لعظمتك إنهم محمد وآل محمد أسألك بما نطق فيهم من مشيتك إنهم مظاهر مشيئته والمشيئة هي الحقيقة المحمدية فالمشيئة مخلوقة أول ما خلق الله خلق المشيئة بنفسها ثم خلق الأشياء بالمشيئة أسألك بما نطق فيهم من مشيتك وصلنا إلى الأفق الثاني نحن نقرأ دعاء وحين أحدثكم عن أركان التوحيد في عقيدتنا فحينما فصلت فيما بينها لأجل التوضيح وإلا فهذه المقامات متواصلة متصلة أسألك بما نطق فيهم من مشيتك فجعلتهم معادن لكلماتك وأركان لتوحيدك قطعا هذا العنوان هنا هو غير العنوان الذي تحدثت عنه حين قلت أركان التوحيد أنني أنا الذي اخترت هذا العنوان لتفصيل عقيدتنا التي نعتقد بها على المستوى الشخصي أما أركان التوحيد هنا فالحديث عن الوجود كله هذا عنوان آخر فلا يلتبس الأمر عليكم أسألك بما نطق فيهم من مشيتك فجعلتهم معادن لكلماتك وأركان لتوحيدك وآياتك ومقاماتك التي لا تعطيل لها في كل مكان يعرفك بها من عرفك لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك وخلقك هذا العنوان ينطبق أساسا وبالأصالة على الحقيقة المحمدية الأولى ثم يتجلى فيهم لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك وخلقك هذا المقام هو مقام الحقيقة المحمدية بالأصالة وهو مقامهم بالتفرع عن الحقيقة المحمدية فحينما يكونون هم الحقيقة المحمدية المقام هو هو ولكن حينما يكونون المجال فإن مقامهم هذا سيكون بالتفرع عن مقام الحقيقة المحمدية الذي هو بالأصالة بالنسبة لها أقرأ عليكم الدعاء من بدايته ستلاحظون بوضوح هناك حديث عن ركن التوحيد الثالث الذي حدثتكم عنه إنه التوحيد في مستوى عقيدتنا بمحمد وآل محمد وهناك حديث عن الركن الثاني من أركان التوحيد حينما يكون التوحيد بمستوى الحقيقة المحمدية وبما أنهم هم الإسم الأعظم صلوات الله عليهم للحقيقة المحمدية من هنا يأتي هذا التماهي وهذا التواصل فهم الحقيقة المحمدية من جهة وهم محمد وآل محمد من جهة أخرى تتجلى لنا اللهم إني أسألك بمعاني جميع ما يدعوك به ولاة أمرك المأمونون على سرك المستبشرون بأمرك الواصفون لقدرتك المعلنون لعظمتك هذا وجههم من جهتنا محمد وآل محمد أسألك بما نطق فيهم من مشيتك هذا وجههم من جهة الحقيقة المحمدية التي نطقت فيهم بكل جمالها وجلالها أسألك بما نطق فيهم من مشيتك فجعلتهم معادن لكلماتك وأركانا لتوحيدك وآياتك ومقاماتك التي لا تعطيل لها في كل مكان يعرفك بها من عرفك لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك وخلقك فبالأصالة الحقيقة المحمدية وبالتفرع هم هم محمد وآل محمد صلوات الله عليهم فتقها ورتقها بيدك ويده الحقيقة المحمدية الحقيقة المحمدية هي وجه الله وهي يد الله وهي لسان الله فتقها ورتقها بيدك بدعها منك وعودها إليك أعضاد وأشهات ومنات وأذوات منات جمع لماني والماني هو المجاز لا أريد أن أدخل في تفاصيل هذه الكلمات لكنني أشرت إلى المعنى اللغوي لهذه الكلمة لأنني أعتقد أنكم لا تعرفون معناها أعضاد وأشهات ومنات كما قلت منات هي جمع لماني والماني هو المجازي الذي يجازي بالخير ويجازي بالشر أيضا يجازي بالشر يجازي المحسنة ويجازي المسيء يجازيه بشره هو أعضاد وأشهات ومنات وأذوات وحفظة وروات فبهم ملأت سماءك وأرضك حتى ظهر أن لا إله إلا أنت فبذلك أسألك وبمواقع العز من رحمتك وبمقاماتك وعلاماتك كل الذي تقدم الركن الثالث والركن الثاني عقيدتنا بمحمد وآل محمد أئمتنا وسادتنا التوحيد في هذا الأفق تستغربون من هذا ما نحن نروي عن إمامنا الرضا لا إله إلا الله حصني فمن دخل حصني أمن من عذابي ولاية علي بن أبي طالب حصني فمن دخل حصني أمن من عذابي مع ملاحظتي أن الإمام الرضا حين ذكر الكلمة الأولى قال بشرطها وأنا شرطها بينما حين ذكر الكلمة الثانية ما قال بشرطها فهذا هو حقيقتها وهذا هو شرطها ومشروطها حين قال إمامنا الرضا لا إله إلا الله الله يقول لا إله إلا الله حصني فمن دخل حصني أمن من عذابي أعقبها بشرطها وأنا شرطها وفي نسخة أخرى بشروطها أو بشرطها وشروطها وأنا من شروطها الشروط البقية إنهم أئمتنا في سلسلة الأئمة الأربعة عشر وأنا من شروطها فأنا شرط أنا إمام من تلك السلسلة لا أجد وقتا كي أقف عند هذين الحديثين لكن ني أعتقد أن التطابق واضح فيهما لا إله إلا الله حصني فمن دخل حصني أمن من عذابي ولاية علي بن أبي طالب حصني فمن دخل حصني أمن من عذابي ولا تنسوا فإن الكلمة الأولى جاءت مشروطة والثانية ما هي بمشروطة بحسب ما جاء مرويا عن إمامنا الضامن والثامن في سلسلة الأئمة الأئمة الاثني عشر إنه إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه وقد حدث بهذه الكلمات جموعا كثيرة من رواة الحديث حينما مر في طريقه إلى طوس بمدينة نيشابور القصة لها تفصيل المقام ليس منعقدا للحديث عنها فهذا المقطع من دعاء شهر رجب يشتمل على توحيدنا في مستوى عقيدتنا بمحمد وآل محمد في مستوى معرفتنا بهم في أفق الزيارة الجامعة الكبيرة الزيارة الجامعة الكبيرة هي تفسير للركن الثالث من أركان توحيدنا إنه توحيدنا في مستوى عقيدتنا بأئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وكذلك هذا المقطع تناول الركن الثاني التوحيد في أفق الحقيقة المحمدية العظمى كما قلت لكم هذا المقام للحقيقة المحمدية بالعصالة لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك وخلقك وذلك المقام في الحقيقة المحمدية يتجلى فيهم في محمد وآل محمد في الجهة التي نحن نتواصل معها وهذه جهة التوحيد فيهم ثم ماذا يقول الدعاء فبذلك أسألك وبمواقع العز من رحمتك وبمقاماتك وعلاماتك أن تصلي على محمد وآله وأن تزيدني إيمانا وتثبيتا هذا هو التوحيد من حيث نحن هذا الركن الرابع أما الركن الأول سيبدأ يا باطنا في ظهوره وظاهرا في بطونه ومكنونه يا مفرقا بين النور والديجور يا موصوفا بغير كن ومعروفا بغير شبه حاد كل محدود وشاهد كل مشهود وموجد كل موجود ومحصية كل معدود وفاقد كل مفقود المفقود المفقود الإشارة إلى كل نقص وفاقد كل مفقود وفاقد كل نقص ليس دونك من معبود أهل الكبرياء والجود يا من لا يكيف بكيف ولا يؤين بأين يا محتجبا عن كل عين يا ديموم يا قيوم وعالم كل معلوم هذا هو الركن الأول من أركان التوحيد التي ذكرتها لكم بحسب التسلسل الذي ذكرته لكم بحسب التسلسل هنا جاء ركناً رابعاً صل على محمد وآله وعلى عبادك المنتجبين وبشرك المحتجبين قد تتساءلون من هم هؤلاء صل على محمد وآله فهذا العنوان واضح وعلى عبادك المنتجبين العباد المنتجبون هنا إنهم الأقرب إلى محمد وآل محمد من هم هؤلاء زينب الكبرى أبو الفضل العباس الحمزة أسد الله وأسد رسوله الطيار جعفر فاطمة المعصومة عبد العظيم الحسني رموز شخصت شخصت من قبلهم من قبل محمد وآل محمد قطعاً الأمر لا ينحصر بهذه الأسماء هذه الأسماء ذكرتها توضيحاً ومثالاً وتبركاً بعظمتها ولطفها وشرفها صل على محمد وآله وعلى عبادك المنتجبين هؤلاء وبشرك المحتجبين إنهم الأنبياء والأوصياء في الأمم السابقة فهم من أشياع محمد وآل محمد ومر علينا أن الحمزة وجعفر هما الشاهدان للأنبياء يوم القيامة فمنازل الأنبياء والأوصياء في الأمم السابقة تأتي بعد منازل العباد المنتجبين لماذا وصفوا بهذا الوصف وبشرك المحتجبين إنهم محجوبون عن الله فمحمد وآل محمد الحجاب الأعظم نحن كلنا محجوبون عن الله وحتى العباد المنتجبون لكنهم مميزوا بمراتب ودرجات ففضلوا على البشر المحتجبين وإلا فإن العباد المنتجبين هم أيضا محجوبون بالحجاب الأعظم قطعا محجوبون محجوبون في كل صغيرة وكبيرة لكنني أضطر في بعض الأحيان كي أقف عند بعض الكلمات التي أعتقد أنكم لا تعرفون معناها فلابد أن أتحدث عنها شيئا يسيرا لتوضيح معناها صلي على محمد وآله وعلى عبادك المنتجبين وبشرك المحتجبين وملائكتك المقربين والبهم الصافين الحافين هذه من مراتب الملائكة وهي دون مراتب الملائكة المقربين إنهم صافون وحافون في مواطن العز من عرشه سبحانه وتعالى مر علينا قبل قليل وبمواقع العز من رحمتك وبمقاماتك وعلاماتك وأعظم مجال رحمته في العرش ولذا فإن الرحمانية تتجلى في أعظم صورها حين الاستواء على العرش الرحمان على العرش استوى فأعظم مجال رحمته في عرشه فبذلك أسألك وبمواقع العز من رحمتك وبمقاماتك وعلاماتك هذا الدعاء مشحون بالمضامين العجيبة والدقيقة والدقيقة جدا كل مضامينه منتشرة في الأدعية في الزيارات في الروايات فحينما تقرؤونه قد تجدونه مجموعة طلاسم لماذا؟ لأن الثقافة الشعية بعيدة عن ثقافة أدعيتهم صلوات الله عليهم بعيدة عن ثقافة زياراتهم الثقافة الشعية هي ثقافة مراجع النجف وهؤلاء أبعد الناس عن ثقافة العترة الطاهرة وأجهل الناس بأدعيتهم وزياراتهم لماذا؟ لأنهم حبسوا أنفسهم في مرحلة التنزيل وجاءونا بمناهج سقيفة بني ساعدة وقذروا لنا كل شيء هذا هو الذي حدث على أرض الواقع في أجوائنا الشعية نذهب إلى فصل ترجمة نانسي قنقر